بطريقة أو بأخرى أصبحنا ننفق على أبنائنا وعندما يحينوا قطاف ثمار معرفتهم نرى عددا لا يستهان به منهم يفضل الهجرة أو البقاء في الهجرة التي سافر إليها للدراسة بأموال المجموعة الوطنية ولا يعود إلينا إلا سائحا إن هذه الظاهرة تستدعي مننا أن نفكر معا وأن نقرر معا طبيعة المنهج الذي سنستخدمه من أجل الاحتياط حتى لا تستشري هذه الظاهرة أكثر فأكثر فنصبح يوما ما ورشة للتكوين بالمناولة للأمم الأخرى وهذا أحد أشكال الاستعمار الجديد